والتي تفتح الثلاث مستشفيات للعزل في الناس بدأت ترتاب شوي شكل الموجة إيه وهل إحنا نقلق ولا لأ؟ الحقيقة دي الموجة السادسة من الكورونا في سنتين ونص خلال سنتين ونص تحور الفيروس ست مرات أو يعني تزايد ست مرات وتحور أكتر من سبعين تحور كبير ده بيطمن مش بيقلق أولاً التحور للأضعف التحور مش للأقوى خالص وده التطور الطبيعي اللي إحنا عارفينه من البداية كل الأوبئة اللي ظهرت في شكل وباء عالمي يجتاح العالم بدأت بقوة وبعد كده هديت واختفت واختفت الوباء لكن مرات ظهرت يعني فين الأنفلوانزا مثلاً موجودة لسه وده اللي حاصل مع الكورونا هتفضل موجودة ولكن أخف بكتير بقت بدل ما نقول دور المروحة أو دور الأنفلوانزا خلينا نقول بقى دور كورونا بس ملامحه خفيفة ملامحه خفيفة وحرك بتقول الآن من أن فيه ترت مستشفيات بعض نسبة التقلق فبقول الحالات تزايد الحالات لكن الدور في شدته أبسط بكتير قوي بيصيب جهاز التنفسي العلوي يعني الأنف والحلق والزور أكتر ما بيصيب الجهاز التنفسي السفلي يعني الرئتين تقريباً بعيد خالص يعني أقدر أقول أنه هو أقل من 1% ما شفنا بعض العتمات البسيطة ما كانتش غير مؤسرة ولا في الأداء الوظيفي ولا في نقص الأكسجين خالص وحالات فردية لا يؤخذ بيها في وسط آلاف الحالات اللي شفناها في الأربع سبيع اللي فاتت كمان الثلاث مستشفى دول على مستوى يعني مش 30 مستشفى زي ما كنا شغالين الأول هما ثلاث مستشفى وده حرصاً على أن ربما يكون في حالات تحتاج الحالات اللي هي عارفين أنها فيها عوامل خطر صحيح أن تعبان مثلاً ده يأثر عليه تمام اللي هي بتظهر فيها المضاعفات بسهولة الأمراض المزمنة غير منضبطة غير منضبطة بكرر لو ضغط منضبط خلاص ما نقلقش زي طبيعي بالزبط لو قلب منضبط نفس الشيء طبعاً نحرص أكتر ولكن لو كان كبد أو كلا أو قلب غير منضبط أو حتى أمراض صدرية خارج السيطرة يعني الأعراض مستمرة والعلاج مش جاي بمفعول لأ دول نقلق عليهم قوي مع طبعاً كبار السن فوق الخمسة والثمانين كالمعتدد دكتور برضو سؤال قد يكون متكرر بقى من بداية الجائحة والغاية دلوقتي لما حس بأي أعراض أعمل إيه وإيه شكل الأعراض وإيه شكل الأعراض الأعراض هي إيه اللي تخلينا نحن نهتم ونركز فيها أعراض جهاز الترفوسي العلوي على التحديد أهم عرض بييجي فيه الموجة السادسة المتحور الجديد اللي هو البي إيه فور وفايف زيه ما يفرقوش عن بعض كتير ده بيكون حرقان في الزور يعني آلم في الزور صعوبة في البلع الريئة حتى بس الآلم بيكون شديد دي أكتر حاجة سجلت أكتر عرض سجل لكنه بيصيب كمان بالأنف بالرشح والانسداد والصداع الشديد دول أكتر حاجة صداع شديد رشح انسداد بالأنف حرقان في الزور صعوبة في البلع الريئ بيبقى صعوبة البلع من هنا كنا ستحسص صعوبة في البلع من هنا لا مش هو ده المقصود صعوبة بالبلع في منطقة الزور دي أكتر حاجة دي طبعا أعراض تانية المعتادة في أي عدوة فيروسية ألم بالعضلات إرهاق بالجسم ألم بالمفاصل فخدان حاسة الشم في حالات قليلة جدا يعني الجهاز التنفسي العلوي هو الأساس لو ظهرت كحة نبتدي بقى نركز شوية طبعا الكحة برضو من أعراض التهاب الحلق الكحة الجافة النشفة اللي ما فيهاش إفرازها ما فيهاش بلغب دي كمان برضو عرض مهم جدا لكن ما فيش ديق نفس بقى خالص ما فيش نقص أكسوجين المظاهر بتاعت زمان دي اختفت مظاهر دي حمد لله ده خفة المرض وفيه حاجة كمان هو أنه المرض مدت قصيرة يعني ياخد كم يعني خمسة لسبعة يام في أغلب الحالات بالكتير أكتر حاجة سبعة يام تبدأ الحالة في أعراض خفيفة الحرارة بتعلق مع بعض الناس شوية بس مش فوق 38 زي ما كنت بنشوفها قبل كده 38 ونص 39 أحيانا لأدلوقتي تحت 38 مهمة طبعا لأنها مؤشر لرد فعل الجسم الحرارة دي ما هي إلا مؤشر أن الجسم بيقاوم وده رد فعل طيب ومطلوب نهدي الحرارة ولكن هي علامة قدامنا أن الجسم ابتدى يقاوم وياخد السيطرة العليا واليد العليا على اليوم الثالث الرابع بتنتهي الحرارة تأريد شكرا لكم